هنجمل مع بعض وهنتعلم ازاي نعمل شكل جديد وفي الدرس ده هنعمل موديلينج بشكل مشابه للشكل اللي انتو شايفينه قدامكم هنا انا هنا بستخدم ممكن الشكل ده لو انا بصمي موديل خاص بيه البناء فهحتاج حاجة زي دي مسلا في تيوب سيستم لو انا بعمل سيستم خاص بيه الانبيب الداخلية مسلا في عمارة او كده ممكن اعمل جزء زي ده اللي انا هتعلمه في تصميم موديل زي ده ان انا ازاي اعمل لأكتر من كائن اساسي اقدر من خلالهم اعمل كائن جديد طيب ايه العناصر اللي انا هستخدمها زي ما انتو شايفين من شكله كده ده ممكن يكون تيوب او ممكن يكون سيلندر نفس الكلام بالنسبة للجزء التاني ده بس ري انا هستخدم سيلندر مش هستخدم تيوب لان انا عندي هنا من تحت فيه جزء هعمله فلو انا هستخدم تيوب هيبقى مفتوح كده فمضطر ان انا اقفله الاسهل بالنسبة لي ان انا افتح الكائن اكتر من ان انا اقفله دايما هتلاقي ان انت في المودلينج الاسهل ان انت تعمل احسن ما تشيل موجودة عندك اساسي طيب هعمل برضو بندنج للزراع ده وهلاحظ هنا ان انا عندي الكائن ده مقسوم نصين النص الشمال ونص يمين زي سيم فاستخدم هستخدم بعض ادوات المودلينج هنشوفها مع بعض طيب هابدأ هنا معاكم ملف فاضي ومن سيلندر وهكارية سيلندر كده في النص واضغط على افة اربعة علشان ابين العناصر اللي احنا شغالين بها طيب طبعا العدد السايدز قليل اوي فعايزين نعدل مسلا نخلي ريديوس نخلي 30 زي ما هو بس نحاول نشيل الفراكشنز الارتفاع بتاعه عايزاي بقى اطول شوية اخليه ضعفة 60 الهايت سيجمنت والكاب سيجمنت هقللهم الى اقل حاجة ممكنة السايدز هخليه رقم يقبل الاسم عالة اربعة بس خليني ازاودها شوية يعني نخليها 16 مسلا 16 سايد اوكي طيب ده الشكل الاولاني اللي انا هشتغل عليه واعمل له conversion 2 editable pulley عشان اقدر ان انا اعدل فيه محتاج اعمل الانبوب التاني ده وبرضه هستخدم السيلندر هعمل واحد صغير كده ممكن نعدل فيه نخلي ريديوس بتاعه مسلا سبعة نخلي ده اتفاع 60 برضه الهايت سيجمنت اخليها زي ما هي والكاب سيجمنت زي ما هي والسايدز اخليها اقل شوية يعني نخليها برضه رقم يقبل اسمع الاربعة بس اقل فنخليها النص نخليها تمانية تمام؟ هاخد بقى ده هاخد الشكل ده وعمل له rotate بزاوية 90 درجة عشان اخليه مقابل الى العنصر بتاعي طبعا هي عمرها ما هتزبط معاك 90 درجة فانت هتمستيجي من تحت من هنا من عند الcoordinate system وتعدل ال x value تخليها 90 وبعدين بتموف طول هحركه كده واخلي يجي اقصاد التيوب بتاعتي دي واطلعه الفوق في المكان اللي انا مفروض ان انا عمله وها غير اخليه top view واظبط بقى اخليهم يجي اقصاد بعض انا عايزة ايه انا عايزة ال edges دي تبقى قصاد بعض بالزبط فهعمل ايه اخليهم هما الاتنين جايين قصاد بعض كده بالزبط وارجعوا الوراء شوية عشان يبقى فيه بينهم مسافة واغير تاني view من top اخليه perspective واضغط العلامة ال home عشان نرجع ال perspective view وطبعا لازم يطلع شوية وكل ما باجي اعمل سلكت للواحد بسلكت التاني تقريبا كده ده المكان اللي هو مشابه للمكان اللي احنا هنعمله فيه عملية اللصق طيب الزراع بتاعي بعد ما عملت له تصميم احوله ايه ده editable poly عشان ابدأ برضو اعدل علي خلاص زبطته عايزة اعمل في ايه بقى دلوقت عايزة اعمل له عايزة ابدأ ان انا الوي او الف وكده زي ما هو باين كما صورة في الشكل الاصلي عشان اعمل لازم يكون فيها عندي segment بالعرض فانا هعمل ايه هزود segment دي ازاي هغير selection mode بتاعي هخلي edge واسلكت واحد من edge دول وشفت واسلكت الدايرة كلها اسلكت كل ال ring بتاع ال edges اللي عندي واجه عند اداة هنزل تحت شوية واخد اداة connect واخلي عدد segment الجديدة اللي هي بتبقى في المقابل بتبقى في الاتجاه المعاكس اخليها مثلا نخليها ستة نخليها سبعة سبعة كويس واضغط علامة الصح هسلكت ال edit بالبول عملت له بقى السيجمنس اللي انا محتاجها ومن هستخدم اداة او استخدم موديفاير بند الوضع الافتراضي بتاعه ما بيغيرش اي شيء فمحتاج ان انا اعدل ال angle ومحتاج ان انا اعدل ال direction فال angle هفضل ازود لحد ما وصل ال value اللي انا محتاجها انا محتاج value قريبة من 90 درجة يعني ممكن نخليها مثلا 80 لان انا مش محتاجها انه يبقى مقسوم بالنص بالزبط وهو راح في الاتجاه ده انا عايزة ينزل باتجاه الزاوية قايمة فهخلي direction بتاعي 90 درجة كده تمام لا كده مش تمام ليه لان انا عملت ال bending متعادل من الناحياتين لو بسط له الصورة الاصلية هلاقي ان هنا في مسافة متعملهاش bending وبعد كده عمل bending فبالتالي محتاج استخدم حاجة اسمها اشغل وازود ال upper limit انا محتاجة اكتر من النص يبقى مفهوش bending يعني حوالي 60 درجة ممكن نزودها شوية نخليها 62 وال lower limit بيبقى بالسالب عشان انا محتاجة اطلع لفوق شوية فاخليها مثلا سالب 13 كده اعتقد ان احنا ده ال value ان احنا محتاجينها ممكن بس ازود ال upper limit شوية اخليها 65 علشان اقدر ان انا ايه اوصل لشكل مقارب للشكل اللي انا محتاجه له عشان ادخل ال اتنين في بعض عشان ادخل ال bend effect مع ال editable poly في بعض براية click وبقول له convert to editable poly كده خلاص البند تحول الى جزء من الشكل اللي انا شغاله عليه قبل ما لزق الجزءين في بعض هرجع للسطوانة بتاعتي واعمل فيها كده شوية تعليلات انا محتاجة اعمل ايه ارجع للصورة هلاقي ان انا محتاجة من فوق هنا افتح فتحة ومن تحت انزل بالجزء ده اعمل ال extrusion طب هعمل الكلام ده ازاي قبل ما اعمل كده انا محتاجة اقسم السطح العلوي بتاعي بتاع الاستوانة فهروح عند واسلكت النقطتين اللي في النص دول بضغط على control واعمل لهم connect عشان اعمل ال اسمة الاساسية اللي هقسم على اساسها هعمل نفس الكلام من تحت هسلكت النقطة دي و control والنقطة اللي اصدها واضغط على connect طيب عايز استخدم اداة تانية اقسم بيها عايز اعمل بقى تقسمات بالعرض كده فهستخدم اداة cut بس اداة cut عايزين نبقى حازرين شوية احنا بنستخدمها عشان بتبهدل للدنيا لو انا استخدمتها غلط طيب انا في cut بوصل من نقطة لنقطة واضغط واضغط right click right click بتقفل لي الكت اللي انا عملته تاني من نقطة لنقطة right click من نقطة دي من نقطة دي right click هكمل لحد ما هنا اخلصهم كلهم من هنا لهنا هنزل من تحت واكرر نفس الموضوع تاني من هنا وهنا right click من نقطة دي من نقطة دي right click هنا لهنا right click ومش بنزود عدد السيجمنت اكتر من اللي احنا محتاجين نشتغل عليه طيب انا كده قسمت السطح العلوي هرجع الى ال polygon واعمل سيليكشن هغير طبعا الاداة بدل الكرت هخليها اداة السيليكشن select and move وسيليكت كل خلي بالك هنا ال shift بتاخد لك اللوب كلها فاحنا نضغط ب control ونسيليكت السطح كله وتلف كده تتأكد ان انت ما عملتش سيليكشن لاي حاجة غلط طيب خلاص عملت سيليكشن للسطح العلوي بعد ما قسمته عايزة الاول اطلع بيه حبة لفوق والحبة اللي لفوق دول هيبقوا عاملين ايه هيبقوا قل من اللي تحت يبقى مش هينفع استخدم انما استخدم اداة بيفل هستخدم اداة بيفل واطلع كده عشان اشوف ال value بتاعت البيفل كام لا انا عايزة لمها اكتر من كده فهبدل ما هي سالب واحد اخليها مثلا سالب ثلاثة متهقلي سالب ثلاثة كويس دقيقة كده لا اكتر من سالب ثلاثة نخليها سالب خمسة سالب خمسة وال value بتاعت البيفل ممكن نخليها مسلا تطلع لفوق شوية عن كده نخليها اتناشر بلاش اتناشر هو ما كتبش الاتنين بلاش دايما نكتب رقم صحيح رقم انتجر ونضغط على علامة الصح عايزة دلوقتي اعمل ايه عايزة اصغر الدايرة دي وانزل بيها لتحت بصوا بقى معي هنا في حاجة لو انا عملت انسرت وحنا استخدمنا اداة انسرت قبل كده لو انا عملت انسرت وفضلت كده ازود حيحصل ديستورشن في شكل البوليجونز فانا هعمل ايه انا هعمل الانسرت من غير اي فاليو هعمل الفاليو بتاعت الانسرت زيرو بحيث يبقوا كأنهم طبقتين فوق بعض والطبقة العلوية هعمل لها سكيل هضغط على اداة سكيل وراح مصغراها كده للحجم اللي انا محتاجه تقريبا ده الحجم اللي احنا محتاجينه ممكن نساوي تحبه وابدأ بعد كده استخدم اداة اكسترود وانا مش عايز اعمل اكسترود اوت انا عايز اعمل اكسترود ان فالعشرة دي هخليها سالب عشرة سالب عشرة كتير سالب عشرة هو انت دايما الاكسترود حتى لو مش عاجبك بتسحب وتطلع بالفوق شوية كده يعني كده كويس انا اعتقد ان هذا كويس ماشي كده كويس اوكي كده عملنا الاكسترود عايزة بقى دلوقتي اعمل ايه عايزة الاستوانة الجزء ده اللي فيها اقسمه عشان ابدأ اعمل قتاش والزقهم في بعض هما الاتنين فهروح الى الاتج مود وسلكت الاتج ده وشفت وسلكت الدايرة كلها بالمنظر ده او بمعنى صح هي رينجي مش دايرة وابدأ اعمل اخلي عددهم ستة ستة كويس واضغط علامة الصح طيب عشان قبل ما انسى عايز اعمل من تحت لي البوليجونز اللي من تحت دول انا ما بحبش استخدم الشفت عشان كده استخدم كنترول عشان اسلكت دول بس ليه بقى دول دول هعمل بيهم ايه دول هعمل بيهم الجزء ده هنزل بيهم لتحت بس مش اكتر من كده فهعمل اكسترود بعد ما عملت لهم هضغط على اكسترود وطبعا اكسترود بمرة دي مش هيبقى بالمجب هيبقى مش هيبقى بالسالب هيبقى بالمجب وهتبقى الفاليو اكتر من كده شوية يعني ممكن نخليها اربعتاشر مسلا واضغط على علامة الصح تقريبا اربعتاشر مناسبة لا هي محتاجة تزيد شوية ممكن نشدها لتحت كده ننزل بيها لتحت كده كويس طيب عايزة اعمل ايه بقى انا عايزة الادتابل بولي بتاعي ده هو والمصورة التانية دي بقى حاجة واحدة فحسلكت الادتابل بولي الكبير واجي هنا تحت في عندي حاجة اسمها اتاتش وبمجرد ما بضغط على اتاتش بعمل السيليكشن لاي عنصر موجود عندي في السين فبتروح ايه عاملهم هما الاتنين كائن واحد بعد ما عملت الادتاتش كده هما الاتنين بقوا كائن واحد هضغط عليهم هما الاتنين وكونفيرت تو ادتابل بولي وابدأ اشتغل فيهم كعنصر واحد طيب لو رجعت بقى السيليكشن مودي اللي عندي وضغطت على ايليمنت هلاقي ان كل عنصر فيهم لوحده لازال ايليمنت في حد ذاته بحيث ان انا اقدر ان انا اعدل في مكانه اغير فيه اعمل اللي انا عايزه طيب انا محتاجة هنا اعمل ايه انا محتاجة ان انا اوصل فتحتين دول ببعض اعمل فتحة هنا وفتح الناحية التانية اوصلهم ببعض طيب خلينا نشتغل على ونضغط على الاربع دول نسلكت الاربع دول وعايزين نمسحهم وقصادهم عايزة معاهم برضو دي همسحها ليه انا لازم يبقى عندي فيه فجوة قبل ما اوصل الحاجة ببعض طيب خليني اطلع بدا الاليمنت ده لفوق شوية كده عشان يبقى زي يعني نرجع برضو للصورة لان الصورة هي الرفرنس بتاعي برضو محتاج اطلع لفوق حبة بسيطة جدا وهغير المود بتاعي مش ادج بقى هخليها بوردر البوردر ده دايما بيسلكت حاجة عاملة زي فتحة الشباك كده زي دي فهسلكت البوردر ده واضغط على كنترول وسلكت البوردر اللي قدامه وهما الاتنين مع بعض هستخدم معاهم اداة بريدج عشان انصلهم ببعض وكفاية تبقى سجمنت واحدة لان انا في كل الاحوال هستخدم توربو سموث فاضغط على علامة الصح وكده انا عملت ايه كده انا عملت المودلينج الاساسي للمودل بتاعي طيب انا كده عملت ناحية واحدة فقط محتاجة اعمل الناحية التانية يبقى لازم اشيل نص الشكل ده وعمله سيمتريك او افضل اعمل مودلينج بنفس الطريقة وده هيقعادني عشر ساعات طيب الاسهل ان انا بقى هعمل ايه انا هغير السيليكشن مود بتاعي هخليه وهغير المود اللي انا فتحاه او اللي هو الكاميرا بتاعتي بدل ما هي هخليها خلينا في الليفت وهسلكت كل اللي هما ناحية الشمال واضغط وغير المودة خليه واروح اعمل للاجل اللي في النص دي ومن هختار انزل تحت بقى قوي واختار ايه واختار سيمتري عملي سيمتري على لانا عايزها على واضغط على علشان يطلعهولي من الناحية التانية وكده انا عملت الشكل اللي انا محتاجه وارجع تاني هيا من هنا للبرسبكتف مود بتاعي واضغط هوم ده الشكل الاساسي اللي انا عايز اعمله مودلينج من البداية طيب عايز اعمله بقى سموث بس قبل ما اعمل سموث هحولهم هما الاتنين الى ادتابل بولي وايجي هنا من واختار التربو سموث استخدمناها قبل كده وعارفين مكانه عند حرف تي وزود اخليها اتنين هبصة لقي ان الادتابل بولي بتاعي الظريف جدا تحول الى شكل رخو ومقزز فهروح واضغط على واستخدم الاداة الظريفة اللي احنا دايما بنستعين بيها اللي هي موجودة تحت مودلينج واجي هنا واعمل ايه اعمل عند الاماكن اللي انا محتاجة اخليها تبقى زي هنا مسلا ممكن نشيل ايه تمام كده بس تقريبا انا بالغلط عملت زيادة فبعمل كزا مرة واشيل الزيادة اللي انا عملتها هنا هنا محتاجة دايرة فين تاني برضو هنا عند الطرف ده وتحت هنا الشغل على الشغل على اسهل من الشغل على التيربو سموس وباجي في النهاية وبشوف اللي انا ما عملته محتاج ايه يتعمله تاني اه اه انا اعتقد ان انا كده عملت كل السويفت لوبس اللي انا محتاجها فلو ضغطت على تمام كده ده الموديل بتاعي اتعمل وهضغط على F4 عشان اشيل الخطوط واتأكد ان انا عملت شكل مماثل للموديل اللي انا محتاجها من البداية هقرب منه كده وقرنه باللي عندي هنا في الصورة تمام وكده نبقى خلصنا ده هتعلمنا فيه ازاي نعمل وباقي الحاجات التانية ونكمل مع بعض فيه اللي جاي خليكم معنا